كنت النادي الاهلي ساعد سمير دايق مين أكتر كهرباء وَاللَّه صَلَحْ جُمْعَة؟ دايق مين أكتر؟ يعني مين في موقف زيل منك أكتر السمير؟ أنا أعايف أنك هايليك موقف مع كهرباء وكايليك موقف مع صَلَحْ جُمْعَة بضمن دقل بتخاصيله hoy مين بقى فيهم زيل منك؟ لا دايق مين أكتر أو حد زبل مني الموّكس يحنفي اي موقف سلبي من اي العيف فينا إحنا كلنا يعني كان حسام غالي له كلمة دايما يقول لك التفاح الفاسدة لو سبتها هبه واصلك بقيت الإسس اللي كان يعني بيكلم معنا بشرح لنا حاجات فبالعكس إحنا سواء مدير القورة الموجود كابتن سايد سايدها أو إحنا كلاعيبة كبيرة أو إحنا حتى زمينا كلنا إحنا بنحاول نصلح لبعض فما عندناش حتة إن إحنا بنعلي على بعض أو إن ده كابتن أو إن ده بالعكس ولو في خطأ إحنا بنحاول نساعد إن هو يتصلح لكن سواء كهرباء أو صالح لعيبة كانت مميزة ولعيبة هم أكيد هم إنت كمان أكبر منهم في السن أنا كنت أكمل لك إن حصل أخطاء أكيد لكن في نفس الوقت إحنا مش بنستنى البعض على الواحدة لكن بالعكس بعد كده بيبقى فيه تطور إنت النهاردة شايف كهرباء بشكل مختلف شايفه النهاردة عقليته اختلفت عن أول ما جي النادي شخصيته اختلفت لأن برضو إنت جوه النادي بتلاقي سيستم منظام مش موجود في أماكن تانية فأنت عارف زي ما أقوله بتختبر طب أنا ها واحدة أعمل شيئا زي على مزاجي ولا لا يحد بتصطدم إنه لا فيه الدنيا هنا مختلفة فخلاص آه بس في العادي إنه مثلا في أي مكان يقول لك يا الله يا مدير الكورة المسؤول لكن دايما كبات النادي الأهلي بحيث إنه يبقى دورهم بارز أكتر أو كبير شوية وفيه كبات تانية بصراحة بشكل كبات النادي الأهلي كده تاني يقول لك لا ما خشش أنا في المشاكل ولا ما زعلش الزميل مني بس أنت في موقفين مع كهرباء دخلت وتصديت مع صالح جمعة دخلت وعملت حكاية هم بقى بيتقبلوا منك ده ولا في لحظتها ما بيتقبلوش وبعد كده بيتقبلوا لا لا الناس كلها بتتقبل آه يعني سواء مش ناوي أو من ساعتها كان وليد أو ساعت بالعكس الناس كلها بتتقبل والأمور لأن انت هدفك زي ما أنا بقول لك المصلحة العامة في الآخر يعني وده اللي يطلبنا عليك وانا دي الأهلي حاس أنك هربت غير؟ آه دلوقتي الدنيا يعني على المستوى الفني وعلى المستوى حتى التزام مع الفريق وكده شغال بشكل كويس لكن طبعا أنا شايف أنه عنده أكتر من كده بكتير ونفروض يقدم أكتر من كده بكتير كمستوى فني؟ كمستوى فني طبعا هو حاس أنه بعيد لا يعني الفترة دي هو كان فترة فات فيه توهج وفيه تركيز في الكورة أكتر وفيه أهداف وفيه شغل كويس فالفترة دي إن شاء الله يعني يعني مثلا مرسل كلها لما قالي أنه هو المهاجم رقم 3 دلوقتي في الآهلي بعض الناس لميت وبعض الناس تفقت معي أنت اتفقت ولا لمت هو طبعا أنا مش موجود جواه الفريق ومش شايف التمريم لا يمكنك على مشاهدة من بره حتى يعني مش تقييم لاعب يعني يعني ما أقدرش أقولي أنه هو المهاجم رقم 3 لا 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 كهرابة يبقى قبل كده طبعا تاني أو أول طبعا صحي كده طبعا طيب أنت قلت لين كهرابة تغير صالح جمعة ضيع فرصة أنه يتغير ويبقى في مكانه أفضل هو صالح دايما يعني لما بتيجي تسيرته أنت ما تقدرش دايما في حتة أنت سايبها إيجابية وحتة كويسة في صالح نظرا لما وهبته الكبيرة ونظرا أنه هو أنت ممكن تقولي النهاردة صالح لأم صعب وبتاع وفتاني يوم تليقيه عمل أسيستم وعمل حاجة تبهرك فتقولي يا ابني طب إزاي ايو انت اللي حرمنا من الحاجات دي أو لي صح على فجأة قبل كده صالح جمعة سيزاي من أنا شخصيا وقالي من كريم بك كبان أنا زي زيك كده بالزبط أنه صعبان عليها لحد الوقتي دي صالح جمعة ده واحد من أهم المواهب المفروض لأتي كان يبقى في حتة تانية خطوص طبعا أو الناس بتاخدش بالأ أنه بتبقى صعبان على الواحد مش عايزي دايقك أو عايزي نرفضي أنت اللي خسراني يعني طبعا لنظر لو بتتكلم في النادي الأهلي طبعا الموضوع الواحد كان يتمنى صالح حياته تختلف بشكل تاني مع النادي الأهلي ويبقى فيه في حتة تانية زي ما أنت بتقول لكن لما تيجي تشوف الدوري وتيجي تشوف الأداء اللي بيحصل في الدوري ولعبة الدوري فتيجي تقول لأ يعني صالح في أسوأ حالاته أفضل من القعبة كتير موجودة في فرقة الدوري عموما يعني